تصور الدولة للمدن الجديدة اللي من بداية الحلقة بنتكلم عنه المدن الجديدة هي امتداد للحضارة وهو جزء من المستقبل بالمناسبة تبنى المدن عشان تتسابل الأجيال اللي بعدنا ما بتبقاش للجيل اللي احنا فيه حديدا يعني لكنها بسرعة بتستوعب إحصاءات بتقول كده إن المدن الجديدة بتستوعب حوالي نص مليون مواطن سنويا يعني كل مدينة جديدة تقدر تستوعب هذا العدد فتخيل حجم الاختناقات اللي انت بتخرجها مش بس كده لكن كمان حجم الفرص الجديدة اللي بتتخلق في مكان جديد محتاج استهلاكات ومحتاج شغل وفرص عمل وفرص حياة من ضمن هذه الفرص هو إن يبقى عندنا جامعات ودي برضو رؤية واضحة جدا للدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت جامعات بمستوى عالمي مش طول الوقت لازم أنه الطلب المصريين عشان ياخدوا التعليم الذي يتمنوا كان فيه يعني محاولات كتير من فئة معينة من الناس هي أنه سافر بر عشان تاخد شهادة دولية أو سافر بر عشان تاخد شهادة متطورة أو خليك في مصر وبعد ما تقلص الجامعة لازم تفضل كأنك بتعيد الدراسة مرة تانية لا مستوى الجامعات المصرية إذا تطور وهو يتطور بالفعل سواء في المحتوى أو التكنولوجي اللي بتدير هذه المؤسسات إذا تطور فده معناه أننا بنوفر كمان لكتير من المصريين فرص حقيقية لحياة أفضل